منذ 27 يوماً وفي إطار نضال الحركة الأسيرة المتواصل منذ عقود ضد طغيان السجان الإسرائيلي يمضي الأسرى في سجون الاحتلال في تصعيد خطوات الإسيان ضد ما يسمى إدارة السجون خطوات الأسرى هذه المرة تأتي لمواجهة الإجراءات الفاشية التي يعمل على تطبيقها ما يدعى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنكفير بحق الأسرى الفلسطينيين والتي بدأ بالدعوة لها منذ دعايته الانتخابية حيث أعلن أنه سيفرض إجراءات جديدة للتضييق على الأسرى والدفع باتجاه تبني الكنيسة لعقوبة الإعدام وهو ما شرع بتطبيقه الآن ما تسمى إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت مؤخراً لجنة الطوارئ العلياً للأسرى أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمر الأسرى بخطواتهم الاحتجاجية وهو ما ردت عليه الحركة الأسيرة بالإعلان عن مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها والعمل بشكل وحدوي وصولاً للبدء بإضراب مفتوح عن الطعام تحدياً لتوجهات بنكفير وسلطات الاحتلال حالياً تخوض الحركة الأسيرة نقاشاً معمقاً بين مختلف مكوناتها لسقل طبيعة الخطوات النضالية القادمة خاصةً وأن المواجهة الحالية تختلف عن سابقاتها بالنظر إلى مستوى المغالات في التطرف من قبل من بات يتحكم في واقع ومصير الأسرى في السجون الإسرائيلية كما دعت الحركة الأسيرة أبناء شعبنا وقواه الحية للشروع في خطوات وفعاليات إسنادية لهم في مختلف المحافظات وعلى كافة المستويات المحلية والخارجية وذلك قبيل وتزامناً مع بدء الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل حسب ما أعلنت عنه الحركة الأسيرة زيد أبو شمعة تلفزيون فلسطين